الموضوع الآخر فيما يخص الحقيقة أداء الاقتصاد ويمكن الشيء الآخر اللي حابب أن أنا برضو أذكر حضركم به اللي هو برضو اتمأنت مديرة السندوق على انخفاض مستوى الدين سواء الدين الخارجي أو الدين الإجمالي وإن إحنا الحمد لله حققنا أرقام كبيرة جدا في خلال الفترة الماضية يعني إحنا كان السنة الماضية حضركم تتذكروا إجمال الدين كان يمثل حوالي أكتر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي نجحنا السنة اللي انتهت في يونيو 24 أنه ينزل مدونة 90 يعني نزل ل89.18 وبنستهدف السنة دي ينزل مدونة ل85 فهي أثنت على هذا المصار وأكدت أن الدولة ماشية في هذا الموضوع وطلبت إن إحنا لو نقدر عندنا مساحة إن إحنا نسرع الخطة في زيادة المستهدفات بتاعتنا ده كله حيبقى لصالح الاقتصاد المصري تزامن مع هذا الموضوع وأكيد حضراتكم تابعته رفع مستوى التصنيف الاقتماني المصري من وكالة فتش وإنها زودت مصر إلى رفعة مصر من بي ماينس لبي مستقبلية مستقرة والحقيقة المهم طبعا ده شيء مهم جدا وإيجابي جدا لكن الأهم إن نقرأ التقرير اللي هم قالوه واللي أكدوا فيه إن مصر ماشية في مصار سليم هناك نفس الكلام اللي قالوه زملاء في الصندوق استطاعت مصر إنها ونجحت مصر فيها إنها يكون لديها سوق سعر صرف مارن هناك انخفاض للتضخم في انخفاض للدين في زيادة للموارد للدولة وبالتالي كل اللي كانت بتتكلم عليه المؤسسة إنها برضو بتحفظ مصر على الاستمرار في مصار الاستحل الاقتصادي وإنها بتقول إن تحدي اللي بيواجه مصر هو تحدي المنطقة الجغرافية اللي احنا موجودين فيها وإن هو المشاكل الخارجية هي اللي بتمثل النهاردة التحدي للاقتصاد المصري إزاي حيقدر يعني مع لو استمرت الأحداث الموجودة أو تفاقمت حنبقى النهاردة إزاي الاقتصاد المصري يقدر يستوعبها ولكن أثنت على قدرة الحكومة وقدرة الاقتصاد إن هو كان في السمود وقدر إن هو لغاية هذه اللحظة قادر على التعافي وإن هو يشتغل في المصار السليم كل ده بقوله لإن برضو نفس الكلام كل العالم شايف الدولة المصرية ماشية في مصار إصلاحي سليم كله بيسني على النتائج اللي هي موجودة وبيؤكد إن استمرار الدول على هذا المصار حيخرج مصر والاقتصاد المصري بأسرع وطيرة ممكنة من هذه الأزمة وإن كل النهاردة بقى التحدي اللي هو ممكن يسرع أو يبطئ من هذه الإنجازات اللي نحن نشعر بها هو الظروف الخارجية اللي النهاردة بنتعامل معاها والتحديات اللي الإقليم بيعيشها في خلال هذه الفترة المهمة لكن الأهم وإذا كان حضراتكم تابعته كان السيد وزير المالية كان موجود في البرلمان أمس النتائج الربع الأول لهذا العام الجديد العام المالي الجديد كلها نتائج مبشرة جدا يعني أنا عايز أقول إن الضرائب الإرادات الضربية زادت بنسبة 45% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وده من غير ما إحنا ما مفرضناش أي حاجة زيادة ولا عملنا أي حاجة ولكن هو زيادة الزيادة الأفقية لعملية إن إحنا ابتدى تدخل يعني مؤسسات وأنشطة مختلفة ما كانتش قبل كده الدولة شايفاها ولكن من خلال الرقمنا ومن خلال التحول الرقمي قدرنا إن إحنا ندخل وندمج هذه المؤسسات في المنظومة الرسمية للدولة وبالتالي ده اللي زود من إرادات الدولة ولكن أيضا معاها إن في نمو ابتدى يحصل في الاقتصاد ويمكن الجزء اللي أنا عايز أأكد عليه إن الحاجتين المهمين اللي مؤثرين بالسلب على أداء الاقتصاد هم موضوع قناة سويس وموضوع طبعا أيضا قطاع البترول اللي إحنا الحمد لله بتدينا ناخد الخطوات الإصلاحية زي ما علي وزير البترول وقالها لحضراتكم إن النهاردة حنبدأ نرجع تاني لإن يبقى عوائد القطاع بالإيجاب وإن إن شاء الله اعتبارا من منتصف العام القادم حنبدأ هيئة البترول إن شاء الله تستعيد الزروف اللي كانت موجودة بصورة إيجابية جدا في خلال الفترة الجاية من خلال زيادة الإنتاجية مع شركاءنا الأجانب فكل دي النهاردة الحمد لله أرقام بتطمئن كلنا على الوضع اللي بقى موجود الحقيقة العجز الكل للموازنة في خلال الربع الأولاني كان 2.1 من 10 مقارنة في الربع اللي زيه بالضبط السنة اللي فاتت كان 3.2 من 10 زي ما قلت لحضراتكم الناتج الدين للناتج الحمد لله إحنا نزلنا بيه بصورة كبيرة ومستهدفين إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم السنة دي إن شاء الله ننتهي بـ 85% أو أقل بإذن الله كل دي نقاط أنا كنت حابب إن أنا أحيط حضراتكم بيها علشان نبقى عارفين إن العالم الحمد لله شايف إن مصر ماشي في المصار السليم وبإذن الله إن شاء الله زي ما وعدنا حضراتكم حنتجاوز كل تبعات هذه الأزمة إحنا قلنا إن 24-25 هي سنة التعافي وإحنا ماشيين في هذا المصار الإصلاحي ومستمرين فيه بقوة خلال الفترة القادمة